بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم الأخوات والأخوة المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني ونحن نلتقي في اجتماعنا الأول لمجلس الوزراء أن أرفع باسمي وحضراتكم إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أسمى آيات الاعتزاز والامتنان على تفضل سموه بتكليفنا بحمل مسؤولية العمل الوزاري وهي ثقة غالية أولانا سموه إياها وأمانة كبيرة نسأل الله سبحانه أن يعيننا جميعا على أداء واجبها وحمل تبعاتها وتأدية أعمالنا بالأمانة والصدق من أجل تحقيق تطلعات وأمال أهل الكويت الكرام في مزيد من الإنجازات في مختلف المجالات والأصعدة وفي هذه المناسبة أتقدم بكل الشكر والتقدير للجهود المثمرة التي قام بها أخي سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح خلال رئاسة سموه لمجلس الوزراء في الفترة السابقة وما تم إنجازه خلالها من أعمال مشهودة في خدمة الوطن والمواطنين كما أنوه بالشكر الجزيل للأخوات والأخوة الوزراء في الوزارة السابقة على ما قدموه من جهود بناءة في أداء مهام مسؤولياتهم خلال الفترة الماضية الأخوات والأخوة إن المسؤولية التي ألقيت على آتقنا ثقيلة وأمانة عظيمة أتقدم منكم جميعا بوافر الشكر والتقدير لقبولكم مشاركتي في حملها ومواجهة التحديات والاستحقاقات التي تتطلب بذل كل ما أتينا من طاقة وجهد والعمل معا بروح الفريق الواحد وضعين نصب عيوننا دائما مصلحة الكويت وأهلها والسعي لازدهارها ورفعتها وإني على يقين بما أهدت فيكم من الكفاءة والإخلاص والخبرة التراكمية الوافرة أننا بإذن الله سوف نتجاوز هذه التحديات ونحقق معا ما يطمح إليه أبناء الكويت الغالية الأخوات والأخوة اسمحوا لي أن أطرح أمامكم بعضا من الموضوعات والقضايا والاحتبارات التي يجب أن نعد لها العدة ونتخذ كل ما يلزم لمواجهتها أولا التأكيد على حماية المال العام وحرمته باعتباره مال الكويتيين جميعا يجب المحافظة عليه واتخاذ كل ما من شأنه حمايته وتعزيز النزاهة والأمانة والشفافية ثانيا القضاء على الفساد واستئصاله من مجتمعنا بجميع أشكاله وأنواعه وهو التكليف الأول الذي حرس حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على التنبيه إليه وهو ليس مسؤولية الحكومة فقط وإنما مسؤولية السلطات الثلاث ومسؤولية كل من يقيم على أرض هذا الوطن باعتباره مشروعا وطنيا يستوجب تعاون الجميع لإنجازه وتحقيق أهدافه وهنا لا بد من التنويه إلى أمرين مهمين يشكلان حجر الزاوية في تحقيق الغايات المنشودة وهما واحد الالتزام بتطبيق القانون على الجميع وتجسيد جدية الأجهزة الحكومية في إيجاد الأدوات الكفيلة لضمان التطبيق الصحيح والجاد ومحاسبة من يتجاوز أو يتهاون بما يستوجبه كل ذلك من أهمية مراجعة القوانين والتشريعات وتطويرها اثنين معالجة أوجه الخلل في الجهاز الإداري للدولة وتحديثه وزيادة كفاءته وتحسين مستوى الخدمات العامة والتوسع في ميكنتها وتفعيل أدوات الثواب والعقاب وإيجاد الحلول الخلاقة لتطوير منهجية العمل في جميع الجهات الحكومية ثالثا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة اختلالات حيكلة الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على النفط كمصدر أساسي وحيد للدخل وهذا التحدي لا يكون علاجه إلا بالسعي لخلق مصادر بديلة من خلال جذب وتوطين الاستثمارات المتميزة والنهوض بمقومات الاقتصاد الوطني على كافة المستويات وتقليص النفقات وضبط الهدر في المصروفات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار البشري وخلق فرص عمل حقيقية للشباب مع الحفاظ على مقومات العيش الكريم لجميع المواطنين رابعا أن الحكومة مطالبة إعمالا لأحكام المادة 98 من الدستور أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامج عملها إلى مجلس الأمة يراعي الواقعية وإمكانية التنفيذ ويتضمن آليات لحسن المتابعة والتقويم وضمان معايير الشفافية والنزاهة وأدوات المحاسبة وعلى وجه الخصوص تحديد مشاريع الدولة التنموية المختلفة وآليات متابعة تنفيذها وتسريع إنجازها مع إيجاد نظام عمل ثابت لصيانة هذه المشاريع بعد إنجازها خامسا لقد أقسمنا جميعا على أن نكون مخلصين للوطن وللأمير وأن نحترم الدستور ويأتي إخلاصنا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من خلال الامتثال الجاد لتوجيهات سموه السديدة والعمل بالنصائح الحكيمة لتحقيق غاياتها ومراميها ومن أخص هذه التوجيهات ضرورة التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة ومعاونته في القيام بدوره الرقابي والتشريعي وذلك في إطار صيغة عملية مناسبة تلتزم بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وفق أسس موضوعية وعملية تحفظ لكل سلطة اختصاصاتها وتراعي الحدود الفاصلة لذلك وتدفع بعجلة الشراكة الإيجابية ولنا ثقة كبيرة في حرص مجلس الأمة الموقر على تجسيذ التعاون البناء باعتبار أن المصلح العامة هي الهدف المشترك وهو ما يضمن في النهاية تسريع الإنجاز المنشود وتحقيق غايات وتطلعات أهل الكويت جميعا الأخوات والأخوة هذه بعض التصورات العامة والتي في تقديري تشكل أهم ملامح وتوجهات العمل الحكومي في المرحلة القادمة التي رأيت ضرورة طرحها أمامكم لتبادل الرأي في خصوصها وذلك دون التقليل من أهمية وقيمة الملفات والقضايا الأخرى والتي ستكون حتما محل اهتمام الحكومة وعنايتها إننا مطالبون بتقديم التضحيات في سبيل مصلحة الوطن ورفعته وبخلق الأجواء الكفيلة بدفع مسيرة البناء والتنمية فيه والله سبحانه نسأل أن يوفقنا لكل ما يعزز الأمن والاستقرار ويحقق الخير والاجدهار لوطننا الغالي وأهله الأوفياء بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير الحكيمة ودعم سمو ولي الأهد حفظهم الله ورعاهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته